ترأس مطران الأردني للرومي الأرثوذكس خريستوفوروس خدمة القداس الإلهي في كنيسة بيترا الرومية الأثرية لأول مرة بعد 1500 عام من العصر الروسي البيزنطي وشارك المطران في الخدمة لفيف من الأباء الكهنة ورهبات أخوية دير السيدة العذراء ينبوع الحياة البين ولجان سيدات الكنائس من مختلف محافظات المملكة كما حضر عدد من الشخصيات العامة والديبلوماسية بأجواء روحانية واستذكار تاريخي لاستقبال الأردن لمسيحي القدس ومسيرة البناء الحضاري المشرقي العربي المشترك أحيت كنيسة بيترا الرومية الأثرية لأول مرة بعد 1500 عام خدمة القداس الإلهي في الصلوات والدعاء اليوم بهاي الأجواء الروحية اللي عمالنا من عيشها وحقيقة لأنه زي ما حكيت بالوعظة اليوم مش نحنا أمام حجارة جافة ولكن نحنا أمام حجارة بتتكلم بحضارة أباءنا وأجدادنا حجارة بتتكلم عن وجودنا المسيحي في هاي البلاد المقدسة من بداية المسيحية ليومنا الحاضر هاي الآثار وهاي الأبنية وهاي الأماكن المقدسة وهاي الأذيار والكنائس هي بتتكلم كمان عن عيش مشترك إسلامي ومسيحي في بلادنا المقدسة اللي سطرنا حضارة وتاريخ طيلة 1400 سنة واليوم مننعم بهذا الحكم المميز لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الأردن مش فقط عبر التاريخ كان بلد مضياف اللي استقبل المسيحيين زي ما حكيت بين سنة سبعين لسنة 134 مسيحي القدس بالتحديد ومن هون انتشرت المسيحية ككنيسة القدس لكل بلاد العالم تسعى الجهات الرسمية وعلى رأسها سلطة إقليم البترة التنموي السياحي من خلال هذا الاهتمام بمسارات وخدمات السياحة الدينية على تنوعها للنهوض بالواقع السياحي يأتي تقديم هذا المنتج السياحي الجديد اللي هو الحج المسيحي لإضافة البترة إلى خرطة الحج المسيحي في الأردن وفي العالم عادة الحج المسيحي في الأردن ينتهي في منطقة مادبة كآخر موقع يأتوه الحجاج المسيحيين مكاور جنوب مادبة نسعى من خلال تطوير هذه المنتجات ووضعها على خرطة السياحة للحج المسيحي ليس فقط في البترة وإنما أيضا في العقبة لإطالة أمد إقامة الزائر في المنطقة وزيادة الإنفاق السياحي في منطقة الجنوب بشكل عام هذه الكنيسة واحدة من مجموعة من الكنائس الموجودة في منطقة البترة تقريبا الموجودة حوالي عشر كنائس تم اكتشافها الواضحة المعالم ويحيط بهذا المكان حوالي أربعة من الكنائس اللي ممكن أنه الزائر يشوفها خلال وجوده في هذا المكان الجهود التشاركية بين الكنيسة الأرثوذكسية ووزارة السياحة والآثار وسلطة إقليم البترة تهدف لوضع كنيسة بترة الرومية على خارطة الحج المسيحي العالمي والأردني ما يفضي إلى زيادة أعداد الزوار للمدينة وإطالة إقامة السواحي فيها قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن بلدية غرب إربدا أعطت أنموذجا لبلديات المملكة للاعتماد على إيراداتها الذاتية في تقديم الخدمات وإقامة المشاريع التنموية جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى بلدية غرب إربدا وافتتاحه المبنى الجديد للبلدية وعددا من المشاريع التنموية والخدمية وكان كريشان قد افتتح المبنى الجديد للبلدية الذي بلغت كلفته حوالي المليون وربع المليون دينار بالإضافة إلى افتتاحه محكمة بلدية غرب إربد ومصنع الحاويات المعدنية ومصنع الكندرين بعد إعادة تأهيله ومحطة الصيانة للآليات الإنجاز العظيم الذي لمسته اليوم والذي شاهدته والذي أنا مبسوط جدا فيه من خلال شرح رئيس البلدية واطلعت على أرض الواقع والآن نحن فيه مصنع الحاويات الذي بنتج يوميا حوالي 70 حاوي وهذه 70 حاوي موظفين اللي بعملوا فيها حوالي 15 إلى 20 موظف اللي أنا قلت له مصنع مثل هذا بحاجة لأكثر من 30 موظف للقيام بيئة العمل إنجاز عظيم جدا بشكر أنا رئيس البلدي وبتمنى إخواني رؤساء البلديات أن نحذو حذو هذا الرئيس حتى يسير اعتمادنا على الموارد الذاتية تبعنا البلديات آن الأوان أن تعتمد على مواردها الذاتية أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى على أن اللجنة الوزرية لتمكين المرأة ستعد تقريرا حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان بيجين على مستوى الأردن بني مصطفى أعادت خلال ترأسها اجتماع اللجنة الوزرية لتمكين المرأة أعادت التذكير بأن عام 2025 يصادف الذكرى 30 للمؤتمر العالمي الرابع لإعلان منهاج عمل بيجين 1995 الذي وضع خارطة طريق للمراجعة بشكل دوري كل خمس سنوات إضافة إلى مرور عشر سنوات على إقرار خطة التنمية المستدامة والتي أحد أهدافها المساواة بين الجنسين وفي السياق ذاته قالت الأمينة العامة لللجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي إن اللجنة ستباشر في صياغة تقرير بيجين السادس الذي سيقدمه الأردن في إطار دوره الذي دأبت على ممارسته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في المراجعة الوطنية على مدار السنوات السابقة اليوم اللجنة الوزارية أقرت المنهجية التي سيتم فيها العمل والتشاور مع كافة القطاعات سواء الوزارات والمؤسسات الوطنية أو مؤسسات المجتمع المدني وحتى المشاورات التي ستكون على مستوى المحافظات بالإضافة إلى ذلك أيضا استعرضت اللجنة أمور خاصة بعمل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ستقوم اللجنة في إطار دورها في إعداد تقرير بيجين السادس اللي ستقدمه المملكة الأردنية الهاشمية وهو عبارة عن مراجعة شاملة حول السياسات الاستراتيجيات التشريعات وأيضا مدعمة بالبيانات فيما يخص إجراءتنا وسياساتنا المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز حقوقها وتعزيز دورها في المجالات المختلفة ضمن منهجية معتمدة من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة البطالة وضعف أليات الحماية الاجتماعية وعدم المساواة بين الجنسين أبرز معيقات مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفق ما أكدت دراسة دولية حول الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقيون دعوا خلال المؤتمر الأورو متوسطي الثاني حول الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة دعوا إلى ضرورة تصدر قضايا الإعاقة الأجندة الوطنية بما في ذلك حالات الطوارئ والأزمات وتوصلت الدراسة التي استعرضت حالة الدمج الاجتماعي إلى 90% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة عطلون عن العمل هذا المؤتمر بالنسبة لنا اللي بتعلق بالدمج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة هو ضمن سلسلة مؤتمرات عقدها الاتحاد المتوسطي وبالتعاون مع منظمة أونسي سوشال جروب في إسبانيا والأردن بطبيعة الحال من الدول التي تشارك في رئاسة الـ UFM أو الاتحاد من أجل المتوسط وبالتالي هذا المؤتمر في ظل الظرف الراهن اللي بتشهد المنطقة بالنسبة لنا يعني الكثير لأنه يضع الإعاقة ويضع قضية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة على أعلى سلم الأولويات خصوصا في حالات الكوارث والطوارئ والحروب التي تشهدها المنطقة خصوصا ما يشهد قطاع غزة من عدوان يعني لم يسبق له مثيل ترجمة نانسي قنقر